السلام عليكم ورحمة الاسكيب روداكشنز والنهار ده بقدم لكم فيديو جديد يكون في رأيي وانطباعي عن اللي كان نزل من مبارح وقت ما انا بسجل الفيديو ده انا شخصيا يعني ساعة لما الفيديو كان نزل انا كنت نايم وبعد المصحص من النوم يعني كان قدامي كم مشوار لازم اعملهم ملحيتش ان انا اشوف الفيديو انا في البيت واشوفته برا في يعني ما كانش فيه امكانية قدام ان انا اقدر اعمل وخصوصا ان كمان ما ينفعش كان يتعملوا بسبب ان الفيديو كان طويل جدا مدته بتاع خمستاشر دقيقة فصعب الصراحة ان انا اقدم لكم لحاجة زي كده بالطول ده فقولت ان انا اقدم لكم رأيي عن الجيم بلاي وعن اللي انا شفته يعني من خلال الفيديو ده اه طبعا يعني الجيم بلاي كان نزل في معرض توكيو جيم شو وكنت كلمت لكم في الحلقة بتاعت اي جان اللي فاتت وقلت لكم ان انا يعني شايف فيه تعليقات كتيرة جدا الواحد لازم يقولها على الجيم بلاي ده مبدئيا كده انا اتفاجئت في الجيم بلاي ده من حاجة مهمة جدا كمية او الخامات او الحاجات اللي هي معاد استخدمة في اللعبة اللي متاخدة من عشان تتعمل اللعبة من اول جديد اه هي 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 الشوتنج زي ما هو ما فيش اي تغيير بشكل او حالي ان احنا قدام يعني زي جيم موض جانبي كان ممكن يكون موجود في بس تشيل وتعمل لعبة كاملة والجيم بلاي ازا ما قلت لكم كان في منطقة اشبه بكتير جدا بافغانستان اللي كانت موجودة في زفانتوم بين واعتقد انها هي 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 بس متعدل فيها شوية حاجات بسيطة ومن خلاله في اربع اشخاص بيتعاونوا مع بعض ان هم يوصلوا لنقطة معينة عشان يبتدوا يحصنوها بشكل يعني فيه افكار كتيرة جدا انا شايف انها قريبة من اللي كان موجود في جيرز فور سري وهيكون في جيرز فور فور اللي هتنزل في شهر عشر اللي جاي والافكار هي من ناحية انك انت بتحصن المكان سواء بها بأسوار او باراكيدز او انك انت بتحط زي آآ والكلام ده نفس الافكار هي هي اللي كانت موجودة وفي شوية افكار صغيرة انا شايف انها متاخذة من زي انك انك لما بتتجرح او بيحصل لك يعني اي نوع انواع الاصابة بتقدر انك انت تعالج نفسك ببعض المواد اللي انت بتلمها من حواليك فده اللي هم عرضوه من بتاع اللعبة انك انت زي جوا مكان وبيهجم عليك ويفز من الزامبيز كل شوية زي ما كنت قلت لكم قبل كده في كل شوية زامبيز بيهجموا عليك باعداد اكتر واكتر وبتحاول انك انت بتحمي نفسك لحد لما تحمي او تاخد حاجة من المنطقة اللي انت بتحميها دي فده الاساس بتاع الجيم بلايه اللي موجود في اللعبة وشيء انا شخصيا قلت متوقع ان هو هيتعمل بالشكل ده مش هيكون في اي افكار ممكن نقول انها جديدة يعني اي حد لعب جيرز فور اعتقد بالنسبة كبيرة جدا اللي شافه قدامه ده مش جديد خالص يعني حتى لو جيت نظر جيرز فور ممكن تكون امتع من اللي انا شفته ده فالانطباع ان انا خدته عن اللي انا شايفه قدامي زي ما كنتم قلت لكم ان انا شايف قدامي حاجة زي ما تكون جيم جانبي حاجة كده كانت ممكن تكون موجودة معها زي فانتم بينت جيم اسمه مسلا او وهو من خلاله الناس بتقعد تقتل الزومبيز بالمنظر اللي احنا شايفينه ده وده شيء طبيعي جدا وكان موجود في الاجزاء اللي فاتت من السلسلة يعني كان معها ميني جيم اسمها وبعد كده عندنا كان معها حاجة اسمها تقريبا وكان في ميني جيم برضو عبارة عن زي ما بين اللعبة واللعبة التانية اسمها ودي كانت موجودة على اللعبة دي كانت ممتعة الصراحة مش عارف ليه معادوش بيعابلوها المهم يعني يعني زي ما انتم شايفين كل جزء من اجزاء السلسلة كان فيه زي ميني جيم اضافية كده بيتبقى كده حاجة زي فور فان يعني مش حاجة بتكون من ضمن الاميكانيكس الاساسية فيها اللعبة في يعني انا شايف ان كانت ممكن تبقى حاجة زي كده انا مش بقول ان ها بنسبة كبيرة جدا او فاعتقاضي انه كانت بالفعل مخطط انها تنزل مع زفانتوم بين وبعد كده شلوها وحطوه على جنب الحstone ما يبعوها لوحدها انا شايف انها مفروض انها كانت تبقى حاجة زي كده لانها نفس اللعبة هي هي او نفس او نفس الاميجن ونفس الافكار هي معاد استخدامها. لكن المسبب لمشكلة الحقيقة هو ان هما قالوا بلكده ان دي حاجة ليه علاقة بالخط الزمني بتاع اللعبة. ان هو كل وسط الاحداث اللي بتحصل دي اه شوية عساكر من المازر بيس القديمة اتشفتوا جوه زي وورم هول وبعدين دخلوا في بعض موازي بيحرموا فيه وبيأكلوا فيه في زومبيز. دي حاجة زي ما كوجيما قال في بتاع توكيو جيمشون نهاردة. حاجة ملهاش اي علاقة بنسبة كبيرة بالسلسلة اكن في كان فيه حاجات اشبه بالزومبيز. بس اللعبة كلها مش محورها او مش محور الجيم بلاي والافكار بتاعته انك انت بتحرك في الزومبيز دول. السلسلة نفسها عبارة عن صراعات سياسية باجواء فيها شوية خيال علمي وفيها شغل جاسوسية والكلام ده. دي الاجواء اللي انا ممكن اتوقعها شوية من بس فكرة يعني فعلا دي حاجة انا مش شايف ان هما ينفع ان هما يفرضوها على السلسلة باي شكل من الاشكال. والفكرة ان انا شايف ان كونامي لو كان عاوزين ان هما يحلبوا في السلسلة دي بس يحلبوا بعقل. كان فيه امكانية ان هما يعملوا حاجة زي كده. يعني انا شايف ان فيه حاجات ممكن يعملوها مش شرط ان يبقى واحد زي كوجيما موجود. يعني على سبيل المثال ريميكس الاجزاء القديمة من السلسلة يعني اعتقد ان لو فان قديم او حد جديد على السلسلة. يجي وقولوا ان هنعمل ريميك فور ريميك من الاول خالص. للجرافيكس بتاعة متل جير سولد وان وتو سري محدش هيقول لا. وانا شخصيا اتمنى ان حاجة زي كده تحصل. يعني انا حاطت امل ان التريلر زي اللي احنا شفناها الباتشينكو ماشين بتاعة متل جير سولد سري تكون الكاتسينز اللي هما عملي لها ريميك دي من جزء من لعبة هما هينزلوها بالفعل ريميك للجزء الثالث. دي حاجة انا شخصيا مش هاترض عليها. وخصوصا في حوار ريميك ده عندهم فرصة كمان ان هما يعملوا ريميك للاجزاء القديمة اللي كانت نزلت على الامس اكس الاجزاء. يعني احنا عندنا انتهت بنهاية يعني مرتبطة بشكل كبير جدا باللي حصل في اول جزء في السلسلة نفسها. فانت بإمكانك انك انت تقدم زي اعادة انتاج للجزء الاول وتحط في اعتبارك بعض التفاصيل اللي كانت موجودة في القصة بناء على نهاية بتاعة وتورلنا موضوع ماشي ازاي كامتداد للجزء الخامس ذات نفسه. وغير كده انا شخصيا شايف انك انت لو عاوز تعمل انت عندك امكانية انك انت تعمل من حاجات تانية في السلسلة. ممكن تعمل لعبة مخصوص للسالدس مسلا وتورلنا علاقته برايدن. اه وقت لما كان في البانيا تقريبا او كان فين بالزلط انا مش فاكرا كان الدولة اللي كان لقاها فيها رايدن. اه وقت ما كان صغير في السن وقت بنا رايدن والكلام ده. ممكن ان انت تعرض لنا اللعبة بتورلنا حاجة زي كده. ممكن تعمل لنا لعبة عن شخصية زي جري فاكس. ممكن تعمل لعبة تانية برضو كان كوجيما كان اتكلم انه نفسه كان يعملها. وهي لعبة زي سبينوف هيكون لشخصية زباس ايام لما كانت في الحرب العالمية التانية. هي ويورينا يعني خلفية بتاعة شخصيتها. خصوصا ان زباس ممكن تكون محور السلسلة كلها من ناحية الاحداث اللي بتحصل فيها. فمن ممكن بالشكل ده كانت تتعمل. والسلسلة انا شايف ان اه ممكن الاحداث الاساسية ممكن تكون خلصت. بس يعني في بعض الاحداث الجانبية ممكن ترجع لها. يا اخي حتى اعمل جزء تاني من متل جير رايزنج. يعني انا شايف ان دي حاجات كانت ممكن تتعمل افضل من سيرفايف اللي قدامنا دي. بس طبعا يعني وللاسف الشديد يعني من واضح من سياسات كونامي ان هم مش عاوزين ياخدوا اي نواع المخاطرة. مش عاوزين يصرفوا فلوس كتير. فده عموما كان رأيي بالنسبة لمتل جير سيرفايف يعني انا شخصيا شايف ان الموضوع يعني بتاع اللعبة دي. اه حاجة زي كان مفروض يبقى موجود في اللعبة كاملة. وبيتباع لوحده. هما بيقولوا ان هما هينزلوه بسعر اقل من ستين دولار. بس مازال برضو حاجة شبيهة بجيم موض جانبي في لعبة كاملة كانت مطلوب تبقى بستين دولار. الله اعلم هل هما كانوا في خطتهم ان هما يخلوا كوجيما كان يضيف حاجة زي كده في اللعبة ولا لأ. بس يعني دي حاجة ممكن ما انا عارضش عنها اي حاجة في اي وقت من الاول. انا على نفس الشخصيا ممكن اكون مضطر ان انا لو لقيت اللعبة قدام ان انا قدر ان انا اجيبها وقدم لكم ريفيو منها. هما مضطر ان انا لعبها عشان غرض نفسه. لكن لو انا شخص عادي يعني وبحب السلسلة بتاعة متل جير صالد. وقدامي حاجة زي كده. انا اعتقد ان اكتر حاجة ممكن اعملها هي التجاهل. السلسلة انتهت. وعادي ومعروف كويس جدا ان كونامي كانت تتجه لانها تحلب حاجات من السلسلة. زي ما عملت مع فدي حاجة مش جديدة او حاجة يعني ممكن اقول مفاجأة بالنسبة لنا. اي شخص لو افكر فيها شوية هيعرف ان حاجة زي كده كتعجلا ام اجلا. وغصبا عننا كانت هتحصل. اراءكم بالنسبة للجيم بلاي ده يعني انا مستنيها في الكومنت ولو محدش كان اتفرج عليه انا هحط اللينك بتاع الجيم بلاي في البيسكريبشن وهو كان واضح قدامكم طول ما تتفرجوا على الفيديو. واتماني يكون الفيديو ده عجبكم ما تنسوش ان لكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وشوفكم في فيديو